أنا طول عمري بعاني من الإهمال ومن الظلم وهيحصل كمان ده في الجواز طب ده كان بيحصل مع أبوي أو أمه كمان هيحصل في الجواز كلكم ظلميني وكلكم بتقسوا علي وكلكم بتجرحوني وكلكم بتقسوني أنا عارف أنا سامح حتى بيقول آه دلوقتي هو هيسيب كل الكلام اللي أنا كنت بوصفه إنه هو في حاجات هو مسؤول عنها وهيمسك في إنه هو بوصف حالته ولو الطرف ده هيزيد بقى تعالى نزود مسألة لو الطرف ده بقى مميز عنده تميز في حاجة هيبقى شايف إنه هو رغم تميزه الناس مش مقدرينه وظلمينه فيزيد غضبه وشعوره إنه هو عايز يعاقب الطرف الآخر اللي هو يزوجه ما ما فيش حد قدام دوله هتغرزوجه فيعاقبه ويحصل إن الرغبة العقبية في بعض الأحيان تتحول إلى رغبة انتقامية فتبقى عايزة حاجات شريرة زي إن هي تصغره قصاد الناس زي إن هي تقوله كلمتين في جنابه وتكسره وتحسسه بإنه هو قليل ومن الأفعال العقبية في بعض الأحيان تصل إلى الأفعال العقبية سواء من أنا بعرفيك مش بتكلم عن الست بس أنا بتكلم عن الست وراجلي الست بتبقى أوضح شوية الست أو الراجلي وسعات الأفعال العقبية دي تصل في بعض الأحيان إلى الأفعال العقبية بالامتنع عن العلاقة الخاصة فإما يمتنع وفيمنعها خالص أو يتحكم فيها أو يأديها بغير إيه؟ بغير اهتمام فيشتعل الطرف الآخر لو كانت امرأة تحس ان هي مش أنسة ولو كان رجل يحس ان هو مش رجل فكل الأعمال اللي بيعملها والطرف الآخر لو بيبارس نوع من أنواع العدوان السلبي بقى تعالوا نشوف العدوان السلبي النواء ايه يشوف ويسكت وما يتصرفش وما يتفعلش ده اسمه عدوان سلبي عندنا فيزيد اللي اشتعال ويجي يقوله وصاد الناس والله أنا ما عملتش حاجة انت شايف حبيبتك بتحترقه قدامك انت شايفه وزوجك مش قادر يتحمل وانت سكتة كده طب ما أنا مش عامل ايه ما أنا مش عارف اعمل حاجة ولما بعمل حاجة ما بيعجبوش ولما بعمل حاجة بتزيد زعلها والرغبة في العقاب والغضب بتيجي منين بقى لأن الطرف الآخر ممكن ياخد موقف بهدوء انه ما يتكلمش او يهرب ويخرج من الموقف ده بانه يقعد في بعض الأحيان يروح يقعد مع صحابه يبقى هادي او ما يتكلمش او يقعد مع صحابه وده بيزيد في العلاقات الزوجية الاحساس بعدم التأدير وان الشخص ده مرفوض وان الشخص ده ملوش اهمية وان صحابه اهم وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ده كله كان يعمل اهتمام كبير بالسيدة عائشة مش بس كده ويشاركها اعمالها مش بس كده كمان فهو ووسط واصحابه ممكن كمان يكلمها ويحاورها هو ايه اللي حاصل اللي حاصل انه كده احنا مش بنهدي احنا بنزود الاشتعال اشتعال والحرب تزيد اشتعال لان فيه طرف داخل الزواج عنده سيناريو معين عشان يستوفي احتياجاته غيره مش باعه الطرف الاخر عامل سيستم انا والله عملت العلية النظام بيقول لي كده فعندنا سيناريو قدامه السيستم هي اي ده نار لان هي عايزة تستوفي اللي مكتوب في السيناريو وهو السيستم ما يسمحش باكتر من كده مش ده اللي حاصل انا عارف ان انت بتتحكم مو ده اللي حاصل بس حضرت النبي قال ما اللي يرحم لا يرحم السيناريو ده مبني طبعا عند الطرف الحساس على التوقعات يعني الزوج لازم يعمل لزوجته كذا وكذا لازم يبقى حنيين لازم يبقى كذا اذا احتاجته في اي حاجة يسيب كل اللي في ايده ويجيلها لازم يطير طيران وجية وهي هتفرح بقى واتطير من السعادة لو حصل للسيناريو ده طب لو الزوج نفذ السيناريو ده هيشوف بقى زوجة تانية على حقاته طب واذا ما نفذت السيناريو مو ده اللي احنا عايشين فيه وعلى الناحية التانية في حد بيتعامل كآلة رجل عنده سيستم انا عامل كذا وكذا في الموقف الفلان انت لما تبقى يمحتاجيني هحللك المشكلة بس ما تطلبيش ان انا يكون موجود هحللك المشكلة البيت محتاج حاجة عبعد حد يعمله لكن مش بالضرورة ان انا اتابعه اتابعه في الاخ خالص فهو متصور انه لو عمل كده هي المفروض ايه تطير بس ايه اللي هيحصل الساعدة متحصلش والموضوع محتاج شوية تفكير فيه هنا حد بيدعو واحد للخيال والتاني بيدعو الانسان للسيستما واحد عايزه يتخيل ويعيش معاه في الافق الواسع ويخرج من اطار السيستم ده والتاني بيدعوه انه يدخل معاه في النظام احنا عايزين نبقى بنقادمين عشان كده لازم يعرفوا ايه يعني الجواز هم مش عارفين يعني ايه جواز لا اللي هو داخل الجواز عشان يسد احتياجاته ولا اللي داخل الجواز يعمل نظام الاتنين دون مش فاهمين يعني ايه جواز الجواز لا هو قاله ولا الجواز هو سيناريو خيال الجواز مولود جديد احنا بنعمله مع بعض يعني لو صح التعبير الجواز مولود جديد هندي ميت احنا الاتنين بنكبر مع بعض ونتطور مع بعض